اشتركوا في القناة ورح يستمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و 25 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء منزلة سعد الأخبي هي الحماية والضرر والضفر والعقد ورح ينتقل القمر لمنزلة المقدم زي ما حكينا الساعة 6 و 25 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر رح يكون موجود في الدلو ولكن في ساعات متأخرة من اليوم الثلاثاء رح يصير في خلوم مسار ورح ينتقل القمر لبرج الحوت ما رح نذكر انتقاله لبرج الحوت في حلقة الغد إن شاء الله رح نحكي عنها طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو فمنظل نشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو الوضع اللي احنا منكون فيه منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة سلوب جديد في حياتنا كبير يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي في هاي الفترة أفضل فترة لتعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية مثل تلفزيون، كمبيوتر، تليفون وبرضو تجربة طعام جديد في عنا اليوم زوايا جديدة بطيئة دخلت على التأثيرات أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية الإختيران السلبية بين عطارد وبين زحل وهاي طبعا دروتها رح تكون يوم اثنين ثلاثة هي مستمرة بتأثيراتها من اليوم لغاية يوم أربعة ثلاثة وهي الزاوية بتسبب نوع من أنواع التعب والقلق والميلة الكآبة بتحد من الخيال شوي بتخلينا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعطينا شوي هيك منحس أننا مرهقين وبما أنه عطارد وزحل وزاوية اقتران علينا الحذر أثناء قيادة السيارات والحركة والأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي بالبورصة والأسهم والأمور هاي بكون فيها بعض التقلبات السريعة والسلبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية برضو بين الزهرة وبين بلوتو وبرضو اليوم هاي بتبدأ تأثيراتها ذروتها يوم ثلاثة ثلاثة طبعا هي بتستمر بتأثيراتها لغاية يوم ستة ثلاثة بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة برضو بتعزز عندنا قوة الحدس وخصوصا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم خمسة ثلاثة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الإدارية وتطفي علينا جاذبية شخصية كمان بتعزز من قوة الحدس عنها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الخطيرة اللي هي بين المريخ وبين البلوتو وهي مستمرة لغاية يوم ستة ثلاثة هاي اللي بتدل على المشاحنات والعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتلوا هذا الاتصال طبعا هاي حكينا كثير عنها في الأيام الماضية إنها هي سبب الأحداث الراهنة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة فبيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل عنها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة ثنتين ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات الظهيرة تقريبا هاي الزاوية ببدل على أنه اليوم من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضور بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة ثنتين ودقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يعني طيلة النهار في عنا خلو المسار وهذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار يعني أي شيء اتفقنا فيه عليه قبل خلو المسار يصلح أن ننتممه حتى لو كانت فترة خلو المسار ولكن إلا الأشياء المهمة جدا فما بنصح أنا في فترة خلو المسار تأديتها الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج بكون القمر انتقل لبرج الحوت واستقر فيه عشان هيك من ساعات المساء بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين ومنتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي فترة ممكن نقع فيه حبال الغرام بشكل مفاجئ بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعياة المرضى شراء الزهور واقتناء آلة تصوير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء اليوم اللي هو يوم الثلاثاء الأعضاء المعرضة هي بطة الساق والكاحل والساق ووتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية في ساعات المساء الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها عناية إضافية القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون المسكن الآلام بيكون قليل عشان هيك بنشعر بالآلام أكثر وهرمون مساعد على النوم وهذا برضو اللي بيخلينا نصاب بالأرق أو القلق اللي شوي بيأثر علينا طبعا بالنسبة لهذا اليوم بما أنه في عنا فترة قلوم مسار طويلة إذا كانت العمليات الجرحية ضرورية جدا 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 فما في أي مشكلة إنها تنعمل ولكن إذا كان في مجال التأجيل بيكون أفضل أما بالنسبة لعمليات التجميل فبرضو اليوم ما بنصح فيها لا للحقن ولا للجراحة يصلح هذا اليوم برضو لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ فقط أما القص العلاجي فلا يصلح فيها بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا الأجواء يضل فيها عشان نخلوه مسار فممكن يكون في بعض الأثار الجانبية أو نشعر بالألام أكثر من المعتاد فعشان هيك اللي بإمكانه اليوم يأجل اللقاح بيكون أفضل اللي مضطر أنه بده يأخذ اللقاح اليوم فبده يأخذه ولكن بده يهتم بحرارته ومسكناته لأنه لازم أنه يأخذ مسكنات زي البندول أو البراستيمول لأنه الأعراض بتكون زيادة أسبرين كمميع لو أخذ حبة أو كل يوم حبة لمدة ثلاث أيام برضو بيكون مناسبة بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لورج الحوت خلوه المسار القادم طبعا بالنسبة لخلوه المسار لشهر كامل صار موجود في صندوق الوصف اللي بدي يرجع له على أساس أنه اللي بيحبوا يكتبوا أو يدونوا اللي بنشع عساسي رتبوا أوقاته مع خلوه المسار فهو موجود من يوم أمس في صندوق الوصف خلوه المسار القادم طبعا هو يوم الخميس يوم ثلاثة ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة تسعة وأربعة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس وبيستمر حتى أول ساعة من ساعات يوم الجمعة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة الساعة تناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة وثلاثة وأربعين دقيقة صباحا بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بالنسبة سبعين في المية القمر في الدلو بدينتقل للحوت طبعا ورح يمكث في الحوت لغاية يوم أربع ثلاثة وسعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية ورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا برضو اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو اجتماع أو لقاء يعني في مناسبة حاولوا أنكم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتخديم المساعدة بدوركم لأشخاص بتعرفوهم اليوم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم إشي أنكم لا تبقوا واحدين أخرجوا للقاء الناس وبرضو إنجزوا كل الأعمال المهمة قبل انتقال القمر لبيت المتاعب له لبرج الحوت برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إن كنت قدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا نوع من أنواع التقدم بتظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم إنكم تكونوا على قدر المسؤولية تعتبر هاي فترة فيها صعوبة برج الجوزاء بتنشطوا برضو اليوم في مجال السفر خصوصا السفر البعيد والاتصالات البعيدة وممكن بعضكم يشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتق اليوم بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط في حياتك وهذا شيء جميل حاولوا أنكم تعززوا العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي على غالبا من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل بل سارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبط ممكن اليوم اتناقشوا موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء ما تنفعلوا حولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال عالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردي ما تتسرعوا برضو باتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا فعشان هيك بتكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك برضو بتكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وحاولوا أنك تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا أنك تأخذوا قسط من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهاي فترة متمرة إيجابية بتستعيدوا إشراقتكم وبتسحروا الكثيرين بحضوركم الباهر فالأجواء مناسبة لتلبية الدعوات والأمور العاطفية باستطاعتكم المبادرة فالظروف ملائمة أيضا المغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم واليوم تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تضطروا اليوم للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء كما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة وممكن تقلقوا بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو فيها بعض المصاريف الإضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر طبعا اليوم تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر ولكن بسبب الزوايا البطيئة اللي ذكرناها في البداية ما تعتمدوا كثير على الحدث أو على الأمور اللي إلها علاقة بسرعة البديهة باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا اليوم على فرصة جديدة لتفسير وتبرير مشاعركم ومواقفكم وبتنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وبرضو بتنتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع أو المحتالين ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي لا تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنكوا تتفائلوا برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعد لكم اليوم نشاطكم المفقود أكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الخطوة هاي ممكن تدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل نوع من أنواع الإنفراجات وتقدم ملموس بعد أيام كان فيها نوع من أنواع المراوحة والركود عليكم اليوم أنكوا تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا نجاح باهر برج الحوت طبعا برضو هذا اليوم لأن القمر ما زال في بيت المتاعب لساعات المساء ما عشان هيك بظل التعامل مسيطرة عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأخير أو صوت فاهم أو التباس فعشان هيك بتكوا تحاضروا من البدء بأي شيء جديد وبرضو في نفس اللحظة ما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر